خفايا وكواليس خفايا قالت مصادر دبلوماسية أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد قد فرض تسريعها وجود حاجة ملحة للتنسيق في مواجهة خطورة التحرك الذي تقوم به الميليشيات العاملة تحت الراية الأمريكية في قاعدة التنف وشرق الفرات في محاولة للانتشار على الحدود السورية العراقية والسيطرة عليها كواليس حذرت مصادر مالية في ضوء التلاعب الذي شهده سوق الصرف خلال يومين من وجود خطة لرفع سعر صرف الدولار وإثارة الذعر في الأسواق من خلال ضخ كميات من الأوراق اللبنانية المالية المطبوعة للطلب المفتعل على الدولار بهدف رفع سعره بالتزامن مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بنية تبرير الطلب إليه مع نوابه الذين سوف يستقلون لتصريف الأعمال معا اشتركوا في القناة